بعد أن اطمأن لإحتياطيه من العملات الأجنبية وبعد أن وضع أسسا جديدة أكثر شفافية لنظام التحويلات النقدية في البلد العضوي في منظمة أوبيك شرع البنك المركزي العراقي في تيسير سبل وصول الدولار إلى المحتاجين إليه سواء للتجارة وفتح الاعتمادات أم للسفر لأغراض الدراسة والعلاج بغداد التي لامس فيها الاحتياطي الأجنبي أعلى مستوياته التاريخية ببلغه 115 مليار دولار قررت رفع سقف المعروض من العملة الأجنبية عقب شحها من الأسواق أثناء إجراء ترتبات مع واشنطن تمخض عنها الالتزام بنظام التحويلات المالية الدولي سوفت ونتج عنها أيضا بناء منصة مرجعية لعملية طلب الدولار والحصول عليه في سبيل رفع الضغوط الملقات على كاهل الدينار قرر البنك المركزي العراقي زيادة إمداداته لشركات الصرافة من الفئة الأولى بواقع 14% وصولا إلى مليوني دولار أسبوعيا خطوة تقول السلطات النقدية إنها ستضمن استقرار سوق الصرف المحلي من جهة وستلبي احتياجات المواطنين المتنمية على العملة الخضراء من جهة ثانية الخطوة لم تشمل شركات الصرافة من الفئة الثانية التي يبلغ سقفها الأسبوعي 750 ألف دولار لكنها ستكفل تعميق ثقة المواطنين بعملتهم المحلية التي استقرت عند مستوى 1320 دينارا تجاه نظيرتها الأمريكية البلد الذي يجني شهريا أكثر من 7 مليارات دولار بفضل مبيعاته النفطية يسعى إلى معالجة الثغرات التي عانى منها نظامه المالي والمصرفي ثغرات تسببت في تسرب عشرات بل مئات مليارات دولارات طيلة عقدين من الزمن التي كان بقاؤها في البلد كفيلا بتغيير معالم اقتصاده الريعي ترجمة نانسي قنقر